أعتقد أنتم معلومات مختلفة هذا لي تنظيرك معينة بفكرة هل الاتجاه فعلاً راح 100% وطني وهل هي فعلاً راح 100% سياسي هل هذا فيه دور في خدمة المجتمع أنت بتحليلك إيه؟ أنا بتحليلي إيه؟ بتحليلي أن الموضوع الألتراس بتولد بتولد ده يعني إيه ألتراس يا جيمي؟ هي ألترا باللغة التي نعيها هو فائق للعادة فائق للعادة فهو بيكون فائق للعادة في كل أرض كذا يعني ده حاجة زيادة عن الفائقة فائقة يعني إحنا بنقول مثلاً دول مشجعين الكرة اللي بشرط شرطة الولاء والانتماء والتضحية تلاتة دول الولاء والانتماء والتضحية للكرة أو للنادي للنادي هو يعني بشكل طب ولاء والانتماء أفهم التضحية يضحي الناس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بيصرف حوالي 350 مليون جنيه في السنة ده بشكل يعني محدد واضح فعشان كده احنا لازم نشوف الجيم دي بيحصل فيها ايه ونرجعها تاني للجماهير لما يرجع دولها تاني للجماهير الجماهير دلوقتي قادرة على التنظيم والإدارة وكذا 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 زي ما الأمثلة دلوقتي عمالها هي تقادرة التعامل بالفوقية دين من بعض المثقفين وانه بيقولك ما هم الشباب دول مستغرقين في الكورة ودي بمخدرات الشعوب ودي بيدوها للناس يخلوا الناس تتليه في الكورة ولما يحبوا كانوا ينسونا قضية سياسية ولا عمل لهم جريمة ولا جايبين وزير الفاسد عشان يلهونا عنه ويلهونا في الكورة جميل جدا بس مقياسا على ذلك ممكن يكون الانترنت برضو كده ممكن يكون الانترنت برضو مخدر الشعوب هي الأفكار كلها أنا بقولش كده لا يعني أنا بتكلم في فكرة إن أي حاجة ممكن فعلا تكون مالهاء السيني ممكن تكون مالهاء يعني الكورة هي نشاط زي وزي الفن والانتماء وتضحية يعني إنا لو انطبعنا دولة على معنى الوطنية نفسه يعني معاني نبيلة جدا هو أساس إنه الشاب منكو يبقى عنده قيم نبيلة منهم أنا صحف يعني شاب من اللي بيروخوا الكورة لا الفكرة دلوقتي أنا بتكلم عن الشباب عموح فكرة دلوقتي عموما إن المجتمع وخصوصا السن الأكبر الأكبر شوية يعني مش ملاحظ إن فعلا فيه تجربة فعلا بتتكون وفيه ثقافة فعلا بتتكون ناتجة ناتجة عن إن فيه شاباب كتير بتشوف إيه اللي بيحصل بره يعني بتشوف إيه اللي بيحصل بره وبتمصره وبتعيد إنتاجه دلوقتي في منتجات كتيرة جدا زي اللي بيحصل في الجرافيتي واللي بيحصل من حركة رجوع فن الكوميكس تاني ومجلات أندر جراوند بتطلع وفيه ثقافات طب أنت هل قلت رجوع فعن الكوميكس أنا أبني أدك كده يا عشق أنا كبيرة على فكرة أنا برضو كبيرة أبني أدك كبيرة